وليه يا جماعة غلق الملف ده مش مطلوب لصالح الرياضة في مصر لأنه لما الوزير يشك اللجنة عالية المستوى القانوني وتقول أنها راحت لكل الأماكن واتطلعت على كل التفاصيل وشافت كل المخاطبات وانتهت إلى ما انتهت إليه سيبنا من فكرة أنه اللجنة تقول أنه مش من اختصاصها هذا كلام يعني زي ما المهندس عادل أشار في البداية بلاش تستعمون قوي كده بلاش تمرروا حاجة من برد دماغاتنا لأنه ده لا ينطلع على حد لأنه مبدئيا اللجنة لما تكون رفاعة المستوى ولجنة بيشكلها سيادة الوزير المسؤول الأول عن الرياضة في مصر ما ينفعش تدي توصيات للتحاد الكوري هنا في علم الإدارة في البسيط جدا يصدر عن الجهات الأسفل للجهات الأعلى مخترحات وتوصيات ويهبط من الجهات الأعلى للجهات الأسفل قرارات فأنت المنوت بيك اتخاذ قرارات اللجنة انتهت إلى كذا كذا وعليه تقرر إذا كان اللجنة صدر إبراهيم بتدفع بعدها من اختصاص راح تقيم الأول من الأول اشتغل تقليل أولا قانون الهيئات 71 ل2017 يدي الوزير المختص هذا الحق في التفتيش المالي والرقابة الإدارية على كل الهيئات بمفاعل اتحادات اللايحة المالية الموحدة التي استحدثها سيد الوزير في أبريل 2021 تعطي الوزير كل السلطات والاختصاصات في الرقابة المالية والإدارية وفيها جزء مالي مهم لأن فيه جوائز طبعا فيه حقوق كبيرة جوائز كبيرة فيه حقوق مالية مترطبة عليها أدرت فالقول بأن أصل دي احنا اختصاصنا مالي ما انت اختصاصنا مالي فشكلت الوزارة اللاجنة لكن الدفع بعدها من الاختصاص ده كلام برى المنطق الاكتفاء بإصدار توصيات ده كلام برى الإدارة برى مفهوم الإدارة الرياضية خالص إذن ينتهي الأمر عند الوزير عند الاتحاد يجي الاتحاد يقولك طب ما الوزارة ما طلبتش مننا حاجة احنا عايزين ناخد قرارات بس الوزارة اديتنا مجرد توصيات هل هيضيح حق الاهلي ما بين اعتبار اللاجنة صدر عنها في توصيات في أول وقعة غير مسبوقة أن الجهة العليا تنزل توصيات للجهة اللي تحت فاللي تحت مش ملزم بالتنفيذ توصيات لا لا بس فيه بس أصدر برايب انت بتحقق في وقعة في توصيف للوقعة أن الخطأ موجود في الاتحاد خلاص ثبت الأمر وشاور على الإدارة التنفيذية وشاور على إدارة التنفيذية انت مستنى ايه مستنى يا سيد جمال انت بتقول لو عندي غلط حعزم المسؤول عندك غلط مستنى يا سيد جمال يا سيد جمال احنا بنحترمك و بنحبك ما تخلناش بقى كمان دماغنا تلف اعمل معروف الكلام بالطريقة دي مش صح يعني يعني وكل بقى ايه زي ما يكون تاهته القناة جت لنا مصيبة نخسرنا أربعة من كوريا فدخلتنا في مشكلة يهاب جلال ولا فاهمين ان دي هتاكل دي اه لا ويجيبه صديقك كيروش بتشرط دلوقتي لا مش حيجي كيروش اه بتشرط كيروش هو وعد اللي اتعامل معا مش حيجي اه الا اذا جيه بقى ولغى الدنيا كلها اه اذا جيه حيلغى الاتحاد ااخد بالك هيتعامل مع شخص وغالبا هيبقى الكابتن حازم والكابتن حازم زي ما انت عارف يعني راجل مهزب و هيظل راجل مهزب لكن في الادارة احيانا بتحتاج تكون صارم تكون حازم تكون حازم ايوة تكون حازم تكون حازم تكون حازم